بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين نتحدث هذا اليوم عن خلق من الأخلاق المرتبطة بالعمل التجاري سبق في حلقات مضت أن تحدثت استنادا إلى الأخبار والروايات الواردة عن أهل البيت الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن ضرورة الاهتمام بالعمل التجاري بالذات بالنسبة للطاقات الشابة حتى لو كان الإنسان مقتدرا ثرية وغير محتاج ينبغي أن لا يدعى العمل التجاري كما في الروايات لأن العمل التجاري يزيد في العقل في نص الروايات وترك التجارة ينقص العقل قل عقلك مذهبة للعقل في النصوص الروايات التي سبق أن تكلمنا عنها لذلك الإنسان ينبغي أن يهتم بالذات الطاقات الشابة وقلنا أنه في الروايات حتى لو كان الإنسان على درجة عالية من المكنة الاقتصادية ينبغي أن لا يدعى التجارة لأنه إن ترك التجارة قل عقله إذن ينبغي أن نهتم بالتجارة ثم ماذا؟ الروايات هنا أكدت على أن الاهتمام بالتجارة عمل مرغوب فيه محبوب لدى الشارع ولكن في الوقت نفسه الروايات والأخبار أكدت على آداب وأخلاق العمل التجاري وعلى أيضا التشريعات الإلزامية المتعلقة بالتجارة وسابق أن أشرت في حديث مفصل لأمير المؤمنين سلام الله عليه كيف أنه كان يقف كل يوم بكرة عند الأسواق سوقا سوقا في الرواية في الكوفة عندما كان حاكما ويرشد التجار لضرورة الاهتمام بالتشريعات خصوصا الأحكام الإلزامية وبالأخلاق والآداب بحثنا اليوم روايات مفصلة عن واحدة من الآداب واحد من الآداب التي ورد الحديث عنها في ذلك الخبر أيضا هنا عندنا باب مفصل في كتاب الكافي لشيخ الكوليني رحمة الله عليه باب مفصل ورد حول تلك النقطة حول الحلف واليمين كراهة الاستناد إلى الحلف واليمين في العمل التجاري أن الإنسان إذا أراد أن يبيع يحلف يقول والله كذا والله هذه السلعة كذا أو والله هذه السلعة بالسعر الفلاني أو كذلك المشتري أيضا إذا جاء يقسم بالله سبحانه وتعالى خصوصا إذا كان القسم كذبا لكن الكراهة هنا ليس في القسم الكاذب لهي من الغلول لا وإنما حتى في اليمين والحلف في مجال الصدق يعني أن يحلف الإنسان صادقة هذا مكروه في العمل التجاري ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم دارت أن تبيع عرض السلعة طيب دارت أن تشتري اشتري بمقدار بالمقدار الذي تحب يمكن بعض الأحيان تتاخذ وتعطي أيضا في الأسعار بأيضا كيفية الرواياتها ما أشارت إليها طيب لكن وسبق أن أشرنا نحن عن قضية الأخذ والعطاء في الأسعار في بحث تعرضنا له في هذه السلسلة من البخوث لكن لا تستعمل الحلف واليمين في البيع والشراء حتى لو كنت صادقا هذه من الآدام هذا أمر أشار إليه يعني أكد عليه الإمام عليه الصلاة والسلام عليه في رواية سبقت أشرنا إليه في الحلقة الماضية الآن عندنا روايات مفصلة في هذا المقام نقف عند بعضها الشيخ الكليني رحمة الله عليه فتح بابا فيه مجموعة من الروايات أربع روايات الباب هو باب الحلف في الشراء والبيع عندنا رواية مفصلة سنقف عندها الآن لكن من الروايات الأخرى التي أكدت على هذا المطلب هذه الرواية أيضا عن أمير المؤمنين سأقرأها سريعا ثم أقرأ الرواية المفصلة ثم أقرأ الرواية المفصلة هنا التي تبين كيف أن أهل البيت سلام الله على المجمعين كانوا ينكرون هذا الأسلوب وأيضا لا يقبلون الأرباح التي استندت إلى الحلف والإمين يعني عمليا كانوا يرفضون هذا الموضوع وفقط نظريا لاحظوا يعني مثلا عندنا هالرواية قام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام السند مذكور فيه ضعف السند طبعا وقف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على دار بن أبي معيط وكان يقام فيها الإبل فقال يامعاشر السماسرة أقل الأيمان فإنها منفقة للسلعة منحقة للربح هذه الأيمان مو فقط ضيع الأرباح وإنما تضيع رأس المال أيضا منفقة للسلعة كأن تنفقها ضيعها منحقة للربح الربحة ما يكون فيه بركة أيضا وبالتالي إذا لم يكن فيه بركة يضيع أيضا يعني الأيمان ليش الإنسان يضطر للقسم والحلف والله هذا من باب الحرص والإصرار أنا أتكلم هنا عن الحلف في سياق الصدق وليس الحلف في سياق الكذب ذلك أعظم وأعظم ذلك ينطبق عليه عنوان أيضا الظلم وعنوان الغش ذلك أعظم أعظم فضلا عن أن القسم في ذاته حرام لأنه لأنه يمين غلول واليمين الغلول من موجبات الدخول في النار والعياذ بالله الإنسان يقسم بالله عز وجل كذبا فلاحظوا روايات عندنا تبين كراهة هذا العمل شوفوا رواية أخرى أيضا عن الكاظم سلام الله عليه فيها نسبة إشكال من حيث السندقال ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين رواية ماذا تقول تقول هذا الذي يستعمل اليمين والله والله في البيع والشراء دائما رواية تقول هذا اتخذ الله بضاعة لأنه اتخذ الله طريقا للربح يعني جعل الله سلعة يبيع ويشتري بها لأنه استعملها في سبيل الكاسب فأصبحت سلعة للبيع والشراء والمقام الإلهي يو عظيم ينبغي أن يتحرز الإنسان عن يعني التعامل بهذا الأسلوب المرفوض شرعا لا أقول الأسلوب اللا أخلاقي بل أسلوب المرفوض شرعا شوفوا الرواية هذه وإن كان فيها نسبة معينة يعني من الطعف ويمكن أن تكون أيضا معتبرة بناء على مباني لكنها لا تضر لأننا لسنا في سياق الأحكام الإلزامية وإنما نحن في سياق الأحكام الترخيصية وفي مجال الأحكام الترخيصية يمكن العمل بالروايات يعني يمكن التسامح بناء على قاية التسامح في أدلة السنن يمكن التسامح في التعاطي مع بعض الروايات خصوصا إذا كانت الموضوعات خارجة عن حد الوجوب والحرمة لاحظوا الرواية أين الإشكال فيها من حيث السند الشيخ الكوليني رحمة الله عليه يرويها عن أبي علي الأشعري ثقة عن محمد بن عبد الجبار ثقة عن أحمد بن الناظر ثقة عن أبي جعفر الفزاري هذا الذي لم يرد في حقه لا قدح ولا مدح مسكت عنه قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف لكن النصوص الرجالية لا قالت عنه ثقة ولا قالت عنه ضعيف روا فقط روا 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 انتهى الموضوع فما معلوم ولهذا الرواية بهذا المستوى تكون مجهولة أو تكون ضعيفة لكن المعنى الوارد فيها تدعمه الروايات الأخرى المعتبرة وقلنا كثيرا في حلقات سابقة أن الروايات الصحيحة التامة السند تجبر الروايات الضعيفة السند لو كانت فعلا ضعيفة هذه نحن لا نعلم أنها فعلا ضعيفة أو غير ضعيفة لكن نعاملها معاولة الضعيف طبعا ولكن مع أننا نعامل المعنى الوارد فيها معاملة الصحيح لأن هناك روايات صحيحة تجبر ضعف هذه الرواية تتحدث عن المطلوب ولو كان في الجملة قال له أبو جعفر الفزاري دعا أبو عبد الله عليه السلام مولا له يقال له مصادف فأعطاه ألف دينار وقال له تجهز الإمام سلام الله عليه كان عنده مجموعة من الخدم أو العبيد طيب وكان يعتمد عليهم في العمل التجاري عندنا روايات كثيرة أن الإمام سلام الله عليه كان يعطي أمواله إلى مجموعة من أصحابه أو مجموعة من عبيده ليتجروا بها كثير روايات ومر علينا مسبقا أكثر من رواية كيف أن الإمام سلام الله عليه كان يعمل في التجارة ولو بالمساهمة يعطي مبالغ معينة لاستثمارها إلى بعض الأشخاص لاستثمارها وكان يربح وكان يفرح بالربح أيضا عندنا روايات كثيرة في هذا المقام يعني الإمام عليه الصلاة والسلام عندما كان يحث على الاهتمام بالتجارة هو أيضا كان يتاجر عليه الصلاة والسلام فأعطى هذه المرة مولا له اسمه مصادف أعطى مبلغ من المال وهو ألف دينار طيب وقال له تجهز يعني يتجهز للسفر إلى مصر يأخذ بضايع من المدينة المنورة يتجه بها إلى مصر يبيعها في مصر يشتري بضايع من مصر ويعود إلى المدينة ويبيعها في المدينة كان يعتمد على هذا الأسلوب التجاري فالإمام سلام الله يعني لاحظه هنا أعطاه ألف دينار وقال له تجهز حتى تخرج إلى مصر ليش الإمام حثه للخروج قال فإن عيالي قد كثروا الإمام سلام الله عليه كان عنده عبد الله المعروف بعبد الله الأفطح كان عنده إسماعيل كان عنده الإمام الكاظم سلام الله عليه كان عنده علي بن جعفار المعروف طيب وكان عنده من البنات وما إلى ذلك عليه الصلاة والسلام شخص هؤلاء يحتاجون إلى نفقة فقال له الإمام سلام الله عليه خذ هذه الألف دينار تجهز وذهب بها إلى مصر حتى نحصل لنسبة من الربح مع أن الإمام سلام الله عليه كان في حاجة إلى هذا الربح لكن لاحظوا لأن صار هنا توسط يمين لاحظوا قال فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجتهم من مصر هم رايحين إلى مصر طالع من المدينة رايحين إلى مصر والقافلة المصرية طالع من مصر رايحة إلى المدينة بهدف ماذا؟ بهدف الشراء يريدون الوحل للمدينة يشترون بضائع معينة هذه البضائع هؤلاء القادمون من مصر كانوا يحملون هذه البضائع إلى مصر يعني نفس الجنس التقوا في الطريق مجموعة رايحين إلى مصر مجموعة راجعين من مصر أو طالعين من مصر لاحظوا الشاحد هنا فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجتهم من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة كانوا يحملون متاع فترضوا مثلا ثيعب مثلا ذهب مثلا وغير ذلك سألوهم البضائع اللي جابينها لمصر تبيعوها شنو حالها في المدينة الآن كم سعرها في المدينة مثلا شنو قيمتها الاعتبارية في المدينة مثلا سألوهم حتريد يشوفون يروحون المدينة يقطعون كل هذا الطريق ويشتروها لو يكفي أن يشتروها من هذا المكان وكان متاع العامة يعني الأشياء بحسب الضار من الرواية الأشياء التي كانوا يحملونها معهم هذه الأشياء كانت لعامة الناس ليست من البضائع مثلا الثمينة جدا التي يستعملها فقط الخواص الكبار الشخصيات فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء قالوا ليهم ترى هذه الأشياء اللي احنا جايبينها هذه ما موجود منها في مصر وبالتالي إذا ما موجود منها في مصر يمكن أن تأخذوها أنتونت بيعوها في مصر لأنها نادرة والطلب عليها كثير والعرض بيكون قليل يمكن أن تحصل فيها أرباح جيدة فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار طيب قالوا والله لا نبيعها إلا بكذا اللي بيكون فيها دبل يعني في السعر إذا الواحد الحاجة بدينار صير بدينارين مثلا فلما قبضوا أموالهم أولئك قبلوا واشتروا فلما قبضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف رجع الإمامة عطى ألف دينار هو جاب ألفين دينار فدخل مصادف على أبي عبد الله عليه السلام ومعه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال جعلت في ذاكه هذا رأس المال وهذا الآخر ربح لأن دينار في مقابل دينار يعني بعد الشيء بدينار بدينارين فقال إن هذا الربح كثير ولكن ما صنعته في المتاع شلون جبت يعني ضعف الربح ضعف رأس المال فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا والإمام كان محتاج تعلمون في بداية الرواية لأن أولاده كثروا فقال سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا ربح الدينار دينارا ثم أخذ أحد الكيسين له رأس المال فقال هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح ثم قال يا مصادف مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال أن الإنسان إذا يريد طلب الحلال أبد أن يكون جدا متحرز ولذلك القتال في الحرم أهون من أن الإنسان يطلب الحلال لأن طلب الحلال يحتاج إلى الدقة إياك والحرام ولهذا الإمام لم يقبل هذا الربح من الرأس والرواية فيها تفصيل بعد نكتفي بهذا المقدار نأتي إن شاء الله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسل المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة